في تطور ميداني جديد ضمن مسلسل الاستهدافات والاختيالات أعلنت إيران مقتل القياد العسكري البارز في الحرس الثوري رضي موسوي جراء قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ردا على استهداف المصالح الإسرائيلية ويعد رضي موسوي من أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا وعحد رفاق قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فيما لم ترد الأنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين جراء هذا القصف من جانبه توعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالرد على عملية الاغتيال الأخيرة قائلا ستدفعون ثمن جريمة قتل أحد المستشارين القدامى في سوريا واستبخاوف من تصاعد التوتر بين الجانبين ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الصواريخ الإسرائيلية سادفت موقعين تابعين لحزب الله وقوات موالية لإيران بالقرب من موقع إدارة الحرب الإلكترونية التابعة للنظام السوري يأتي ذلك بعد ساعات من نفي إيران الاتهامات الأميركية بتورطها في الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر